سأتابع الآن مناقشة المواضيع التي بدأنا بها في التسجيل الأخير حيث سأقوم بتوضيحها ببعض الأمثل العملية وسأقوم بشرحها بتفاصيل أكثر كما علمنا فإنما هناك عدة أنواع المصفوفات في الماتلاف فلو أردت تاريخ مصفوفة رقمية مثلا يكفي أن أكتب X والتاوي الواحد فيتم إسناد قيمة variable المتاوي الواحد إلى المتغير X ويتم تأخذينها في الوركس بيس على أنها مصفوفة وعادية البعض بسطر واحد عمود واحد لها القيمة واحد أصغر قيمة وأكثر قيمة فيها واحد أما لو أردت إدخال قيمة المصفوفة تحوي أكثر من عمود كمصفوفة عادلية وإسنادها إلى متغير X فيكفي أن أقوم بكتابة X بطاوي واحد واحد فيتم إسنادها إلى متغير X مصفوفة من قيمتين أما بالنسبة للنوع الثاني من المصفوفات وهو string array وهي المصفوفات المحرفية فيمكن أن أكتب X تتاوي name يتم إسناد X يتم إسناد الكلمة name إلى variable من نوع X أو يمكن أن أكتب بالشكل المبين وضع الفاصل من المقوطة يمنع إظهار نتيجة في command window ولكن يقوم بتخزينها في word space أما النوع الثالث من المصفوفات وهو structure array وهي المصفوفات كما قمنا بتسميتها البنيوية أو البنى فلو كنت بكتابة student student dot name وجعلته اسم وليكن matlab على سبيل المثال نلاحظ تم تعريف بنيوية student تحوي متغير أول وهو name أما لو أرد أن أقوم بوضع على سبيل المثال العمر فيكفي أن أكتب student age 15 أو 15 وبالتالي يظهر لي متغير آخر في نفس البنية وهي student age فبالتالي أصبح لدي كلا المتغيرين يدفعان للبنية الأساسية التي هي student أما بالنسبة للعمليات المنطقية التي قمنا بمناقشتها سابقا فضعونا أن نخلق ضوء عليها بشكل سريع هذه العمليات هي أكبر أصغر أكبر أكبر أصغر أو يساوي أكبر أو يساوي والمساوى ولا يساوي فلو كان هذا متغير A تساوي الخمسة وأرد أن أفحص هذه القنية بشكل منطقي هل A أكبر من الواحد فسيعيد للقيمة واحد منطقي كدليل عن أن القيمة أكبر من الواحد أما لو قمت بجعلها الأكبر من العشرة فسيعيد لي صفر منطقي لأن قيمة A كما هو موضح مساوية للخمسة أيضا يمكن للمقارنة مصفوفتين بنفس الطريقة فلو قمت بإدخال مصفوفة أولى مساوية من ثلاث أصطر كما هو مبين ثلاث أصطر وثلاث أعمدة وقمت بإدخال مصفوفة الثانية أيضا من ثلاث أصطر وثلاث أعمدة الآن لو قمت بكتابة A تساوي B كاستفسار سيعيد لي صفر منطقي أن جميع قيم المصفوفة A غير مساوية لقيم المصفوفة B أما لو قمت بوضع الشرط لا تساوي B فسيعيد لي القيمة المنطقية واحد منطقي لأن جميع قيم المصفوفة A غير مساوية لقيام المصفوفة B هذا بالنسبة للعمليات المنطقية أكبر أصغر أكبر ويساوي أصغر يساوي والمساوى وعدم المساوى أما بالنسبة للعمليات الأساسية على المتغيرات والمصفوفات كما هو معروف لجمع فهي الجمع الطرح والضرب القسمة بالإضافة إلى ذلك الرفع لقوة الرفع لقوة أيضا هناك نوع آخر من الرفع لقوة هو الرفع لقوة بهذه الطريقة فهذا يستخدم النقطة من أجل التعامل مع المصفوفات أحد العمليات خاصة بالمصفوفات فهي أو منقول مصفوفة فلو كان لدي مصفوفة بالشكل المبين بالشكل المبين أمامي وأردت أن أوجد منقول هذه المصفوفة كفيا أكتب والحقها بالإشارة المبينة فسيتم إيجاد منقول مصفوفة بالشكل المباشر هذه العملية مفيدة عندما أريد ضرب شعاعين فلو كان لديم شعاعين وليكن الأول A تساوي 1-2-3 B تساوي 2-3-4 والأردت لو أرد ضربها زين شعاعين سيظهر لخطائر Using Multiplication Inner Matrix Dimension Must Be Agree أي أن أبعاد المصفوفتين غير متساوية لإمكان إجراء هذه العملية عليها ولن أجل ذلك سأقوم بعملية ضرب بشكل مختلف كما هو مبين وسأحصل على النتيجة عشرين وهي نتيجة ضرب الشعاع الأول بمنقول الشعاع الثاني أيضا يمكننا التعامل مع عمليات منطقية ك-and, or, or, not حيث أن and كما هو مبين هذه العملية مفيدة هذه العملية منطقية مفيدة عند استخدام الشروط والحلقات or كما هو مبين وهو تختلف حسب القيم فممكن استخدام or بعمود واحد أو بعمودين وذلك حسب نوع المتغير الذي لديه فلو كان من scalar فإختلف لو كان لديه متحول complex عقدي أعقل scalar و factor أي عقدي help or قد يطر لي بعض الشرح عن العملية المنطقية or كما هم بيين perform a logical a or b performs a logical or of array a and b and returns an array containing elements set to either logical one true هنا نعود بنفس المفهوم والمفهوم العمليات المنطقية تتعد لي قيمة إما صفر أو واحد بالإضافة إلى العملية المنطقية not وهي المبينة أمامنا سنقوم بشرح هذه العمليات المنطقية أكثر في أمثلة لاحقة إن شاء الله عندما نبدأ بدراسة بنا التحكم في الأسبوع الثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر